أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ انا اشتقتلكم خيرات الله عن جد عن جد اشتقتلكم والله العظيم وكنت غايبة عنكم هالفترة شوي مشغولة ووصلت غرفة النوم متل ما شفتوا يعني الحمد للرب العالمين ونزلت اشتريت لها يعني غراضة لغرفة النوم يعني الشرشاف واشتريت شلفة وهيك شغلات يعني هلأ بتشوفوا غليها الفيديو وشغلت قاني كمان كان صاير معي مشكلة بالنسبة للقناة كنت ما عب بقدر انشر عليها لحتى جوزي حلالي المشكلة هاي لحتى الحمد للرب العالمين قدرت انه انشر من اول وجديد فخليلي قلبكن كل الصبايا اللي اسألوا علي الله يسعد لي قلبكن يا رب ويجبر بخاطركن ايو والله يا صبايا وهلا قمت ما شايفين يعني عب بعمل هيك قهوة الصباحية بدي اشربها انا وامي وبيدي اقوم كمان يعني امي كانت نيمة عندي راحة عبيتها وانا قمت بدي احوس حوصة نظيفة مشان بدي يعني مشان تجي غرفة النوم عن نظافة مت مبهوله وهلا قمت ما شايفين يا صبايا حبة انصح هيك او اقدم لكون شغل للصبايا اللي قاعدة ببيتها يعني ما عندها شغل او ما بتقدر تطلع من البيت في كتير نسبة يعني صبايا بحبوا يشتغلوا عندهم طموح ان يشتغلوا وما بيقدروا يطلعهم البيت يعني هي فرصة عمل وانتوا بقلب البيت ما بتحتاجوا لا رأس مال ولا بتحتاجوا شهادة التسجيل الشغل مجاني والتدريب مجاني واذا عجبكم الشغل بتتابعوا يعني شغلكم مع البنات واللي حابة تتعرف انه على الشغل او بتسجل بهذا الشغل تدخل على هذا الجروب اللي رح احطركم اياه باول تعليق مسبت بصندوق الوصف واذا شفتوا صبايا اللي جروب يعني مغلق انتظروا لحد ما يكتمل عدد المشرفات رح ان يفتحوا الجروب ويتواصلوا معكم ويفهموكم ع طريقة الشغل فيه هى الشركة هى ليست تحركوا مراتنا وحبهها بالعراق وجود وعند قنات ومعروفة يعني انا لو ما انه شي مضمون ومعروف ما بدلكون عليها فهي صبايا عندها جروب وحتى يعاني حملة كبيرة لعند اكبر قنوات وارفتو علي ايوالله فا حابو هيك يعرفوكم عن هذا الشغل وانتو بتستفيدو وانتو باستفادو وهي الشركة العالمية والشغل بكل دول العالم يعني بأي دولة وين ما كنتوا هاد الشغل تقدر تشتغلوا فيه وبس يا صبايا حبيت هيك يعني إن شاء الله هيك بتستفادوا يا رب وقالله يرزقكن جميعا وهيك الله ينولكن يعني اللي بيبالكن والله هيك يا صبايا متين ما شايفين من بعد ما طلعت على البالكون شطفت وهيك يعني ما بقولوا كتكتت ميات ديت بقى على الصالون قلت لح علي يعني لميت الغسيلات كمان كان هيك نشرة واجبة صغيرة هلا قلت لكم يعني كنهار عنا واجبة يعني كل ما بتجي هلا صايرة الكهرباء تقريبا كل عشرين ساعة لا تجي يعني شفتوا هدين الصيف والولاد بيشلحوا وبغيروا وبلبسوا فوالله يا صبايا عب حط واجبات يعني لو واجبة صغيرة عب حطها ايه والله مت ما شايفين هون سارة كانت عب تطبي الغسيلات قلت لأ أنت طبي الغسيل لوقت ما أنا أشتغلي شي شغلي يعني الحمد لله رب العالمين الحمد لله يعني سارة ايدة بايدي والله بالنسبة لتجلي بالنسبة مثلا أنا بشطف الأراضي هي بتسلط يعني بتسلط وراي بتمسح الماء فالحمد لله رب العالمين يعني تقريبا عب تشيل معي ثلاثة اربعة الشغل الحمد لله وإيه وهيك يعني واحد مت ما بقوله يعني البنت دائما بتكون هيك رفية اما بالحوسة بهالشغلات ايه والله هون مت ما شايفين يا صبايا بقى بعد ما هيك طبقنا الغسيلات حطيناهن محلاتهن ديت وبدي امسح الغبرة كتير مو هيك الدني صيف وفاتحين لشبيبيك والله وكيلكم بدل ما هاشبيبيك تدخل انه هو بيرد عبتدخل هوا ده هو نار الجنم نار نار هوا نار عبتدخل ايه فعبتدخل الغبرة كتير فتلاقوني يعني دائما ايدي بالمسح الموبيليا وبمسح هيك اي المروحة مت ما شايفين يعني صاير فيني اخدت لونة سكري يعني بيج هيك مناسبة يعني شفتو يعني صارت تقريبا صارون اغلبوا بيج ودهبي فاخدت لون بيج تلاقوا الغبرة رأسان بتبين يعني زي ما قلكن كل يومين بفكة وبمسحها قليل ايه فسبحان الله متل قلتا يعني عبتعطي هوا بس هوا سخن نار ليش ما بعرف عجب لانه شفراته بلاستيك او ما بعرف انا خطر لي يلا في مروح بتعطيكن هوا بيرد هاي لا اعطتني هوا سخن يعني ما بعرف ليش هيك يعني هالمروحة هاي صلاحة كتير ديقت منا والمروحة السقفية ما بحسن اركبة صار عندي الصارون فيو شباك يعني بخافتو طرق بالشباك اذا كان مفتوح لاني ما شفتوه هو فتحة تهوية لغرفة النوم تبعيد الولاد ايه والله فهيك اضطريت اغدى هالنوم وتلاقوني اعطون ملتاشة عبامسح المروحة كل يوم بدي امسحها ايه هلا هيك كما شايفين يا صبايا هوني سببت هيك الاراضي هلا بالصيف عبكت مي بس مو كتير ما عبقرب كتير يعني هيك لحوالي اجرين الخشب مشان ما انه يتشرف و هيك يعني بدي اعمل هيك متما بقوله يعني ترتيبة للبيت وهيك تنظيفة مشان وقت اللي يتيجي غرفة النوم هلا بعرف حالي شطفت انا الغرفة تبعيد غرفة النوم شو كلها شطفتها قبل بليلة وليفت كل شي فيها يعني هيك وزراتها متما بقوله هدول حوالي ما بعرف اش بتقولولهم انتو عندكم ببلدكم بس نحن بنقولهم هدول السيراميكات الصغار وزرة كلهم هيك ليفتهم بالسيفة يعني قد ما كان الانحاطة فيها كلها طلعت معي يعني عقدر الامكان وبعدين اطلح حالي يعني بعرف حالي لو اجي العافش لغرفة النوم لو اجيت بدها تتوسخ يعني شفتوا ده النقلة وده يطلعوا الشباب يطالعوا وهيك فأطلح حالي معلش انه خلي يكون الجزء هدو الطرف نضيف والطرف الثاني هلا انا صورت لكم بيتي لما جيت وسكنت فيه صورت لكم يا الطرف هاد يعني من الحمام تواليت العفو ومطبخ وانتوا رايحين ففي غرفة سرية هي هي غرفة النوم هي كانت ورا باب البيت ورا باب نحن مقللو باب صاء يعني فكانت ورا الباب هاي غرفة عفكرة يعني لما جيت بدي اخذ البيت كانت هاي الغرفة يعني انا كتير معارضة عنها كان بدي بس ثلاث غرف انه اربع غرف واشه بحوثون واشه بنطفون وصعبة علي فقضتي امي لأخذي اربع غرف انه اريح لك يعني اريح بالايام جايكي الضيوف يعني ما بتدخليهم مساء غرف النوم عرفتوا علي نحن عمنا العادة هون بسوريا ما بعرف اذا انتوا عادتكم مننا مثل ما يعني وقت اللي منجمع الرجال ونسوان ببركوا الرجال بالصالون والنسوان ببركوا بغرفة تانية باب منعمل مثلا غرفة الضيوف او غرفة قاعدة تانية او مسلا اذا البيت صغير منبرك بقى النسوان بغرف النوم هيك يعني يعرفتوا علي ايه فقضت لامي لا اخذي يعني اربع غرف احسن لك فولله يا صبايا هاي الغرفة اللي كانت ورا باب البيت يعني انا هون من هون هيك مصورت لكم هاد الجزء ومن هون محل ما بنتي عبتسلط الاراضي من محل ما صورت يعني من ظهر التصوير هون كانت هاي الغرفة السرية اللي هي غرفة النوم والصراحة عقد ما كنت معارضة عاي الغرفة وما حبيتها بالبيت من بعد ما ترك كانت ووصلت غرفة النوم يعني فرشت حسيت انه صارت هاي احلى غرفة بالبيت هنتد كتير حبيتها سبحان الله دائما الواحد ما يكرهش انا كتير كنت كرهنت لانه الغرفة وزا لاحظتوا بالتصوير ما صورت لكم ياها ابدا فبعد الترتيب حبيت اكتر الشي هلا بتشوفوا نهاية الفيديو لما وصلت للغرفة ورتبت يعني كتير هيك حبيتها هون متما شايفين بعد ما خلصنا هلا امي راحت عبيتها رشت هيك الاراضي رشة يعني بوردت متما بقولوا الاراضي وسلتتها وانا متما شفتوا يعني نظفت البيت لاني هون تقريبا كان العصريات بده اتصال غرفة النوم اي والله فنزلنا قبل ما هيك يعني اني فايقين من عزم الشوب يعني اذا بقلكم الساعة 7 الصبح حاب بكون فايقة وبركة قليل كتير شوب بيتي اي والله متما شايفين يا صبايا هون بقى وصلت هيك يعني عبطالعوا كانوا هيك الاهل النقلي يعني عبطالعوا الغرفة هون النفس نديرك بوه فوصلت هاي يعني هاي هي الغرفة اللي كانت كوهاك باب البيت ورا تمام افا هاي الغرفة اللي انا كنت محي ببتا فهلا احبيت اكتر شي هلا بتشوفون هاية الفيديو بعد ما هيك يعني فارشت صارت احلى غرفة بالبيت انا هيك يعني هيك حسيت شايفين هون يعني هاي الغرفة متل ما شايفين ايه هون كانوا عبرك بوه هون ابوي يعني كمان كان معي الحمد لرب العالمين يعني والله ابوي واخوي يعني لو لا هون يعني كتير كنت انضمت صراحة ما في يعني انه ما في حدا يوقف معهم عرفتوا هون يعني يعني التصوير اذا شفتوا التصوير وقت الوصلت للغرفة كله التصوير عبر رجل رجل كان اخوي هو زلت لاخد تصور لي ايه والله هون كما شايفين بقى ركبت الغرفة وصارت هيك جاهزة شايفين انا يعني شون بدي ألكون مت ما بقولوا هلأ في موديلات افخم بكتير كتير في موديلات احلى من هاي بمئة الف مرة بس عن جد كتير غالي يعني غالي وشون بدي ألكون يعني بعيد عن متلا بقولوا تفكيري والحيطط في بالي بعيد عني كتير كتير وانا متل ما قلت لكم بالفيديوهات الماضية انه مضطرة انه اخذ من نفس المحل لانه بدي يعطيني بالتقسيط يعني متل ما قلت لكم بيعرفوا العبوي فكنت مضطرة يعني اول شي وقت شفت سودا ما عجبتني ابدا 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 ما عجبتني قلت امي ما حبيت لون انا فامي يعني وابوي سألو للزلمة انه اذا بتعمل لون ابيض انه مناخد مناخد يعني او من لان بتستنوا يعني شفتوا استنين الوقت ما خلصيت ايف اعمل لي ايا لون ابيض حسيت حالي توفقت فيها حلوة حبيت كتير والحمد لرب العالمين يعني مت ما بقولوا لرب العالمين حبيتها كتير كتير هيك بعد ما انفرشت حبيتها وهي الفرشة متل ما شايفين هي الفرشة والبرداء كمان اجو ركبولي البرداء بنفس النهار كان يعني انا عرفت الغرفة تتصل بهذا النهار فوصيت هيك عبرداء صغيرة لاني هون بالغرفة هاي كان في طاقة من فوق يعني في طاقة التهوية الصالون اللي مفتوحة على الصالون اذا فتحت الاضاءة الشمس كمان بتعطي ضو يعني البيت منور الحمد اللهم وانه معتهم عرفتو اي فالله يعني بنفس النهار اجو تبعوت البرداء يركبوهم وبعدين قمت هيك بقى مسحد والفرشة كمان وصلت اي انا يعني حددت يعني الموعد انه مع تركيب الغرفة وهنا متما شايفين هذا الحيف اللي اخترته خلق بتقول لي ليه تجيب هذ الالوان لاني فتلت السوق ملاقيت شي صادة كل مزهر وانا قلول لي ايش تكرا هي بقى لكم شي مزهر ما بحب بحب كل شي صادة فاضطريت اخذ هذا الشرشف لانه يعني الشرشف مع حيف بيجي معه شرشف هم خدتين لانه اللهم صلي عن نبي صادة وقال لي بنحط على الطرفين انا عرفت بنحط على الطرفين انا كان بدي الطرف اللون سكري يعني مناسب للون الغرفة وشرشف وكان بدي لون سكري فهيك بيجي طام يعني فقلت لحالي بالايام انا بشتري يعني شرشف سكري فوالله متل ما شايفيني اصبا يا مديت هيك الفرشة وبالنسبة للفرشة اخدت تقريبا مليون مليون وثلاثمية الفرشة اي والشرشف هذا يعني هو طام يعني شرشف مع حيفا اخدته تقريبا ممكن 300 ألف ايه يعني وحتى انا عيته كويسة يعني الموهيك خشني نعمة ايه والله هلأ بتحبوا تمدوا مثلا انا في يعني بحسن بغير امدوا على الفضي بمدوا بحب أمدوا على السكر بمدوا فيعني منيح هذا يعني متما بقولوا طلبي انه صاد ولاقيته هلأ اول شي مديت هيك الموديل على الفضي بعدين اتحا لا ما حبيت حسيت الشرشف كتير مغبئ ومعتم وهون متما شايفين يا صبايا متما شفتوا هدول اللمباديرات اختراف هدتني هون شفاف غلفتهم مشان ما يتوسخوا ايه ورجعت هيك متما شايفين وقت وصلت غرفة النوم رجعت فكيت هلأ من فترة لما قلت لكم انه وصيت ع غرفة النوم وحذرتكم قلت لكم انه اش تتوقعوا اللون ثلاثة ارباع الصبايا عندي ثلاثة ارباع قالوا لي ابيض قالوا لي لاني سبحان الله في ناس حفظانتني قالوا لي انتي بتحبي الالوان غرفة النوم بدك تجي بي لون ابيض فولله يعني حفظانيني بصم هوني انا حبيت يعني حتى الغرفة النوم لما شفت على اللون الاسود ما كان الى دهبي بس انا قلت لهم طلب طلب انه يعملوا لي لون دهبي اه لا احلى شي ابوي قال لك بنتي شنون غرفة نوم وديحطوا فيها لون دهبي قلت لوا بابا هاي الموضة قال ايه يلا امشوا ورا الموضة اعمل لي ايه وهون مثل ما شايفين هذا ايش بقولوله هذا بيرو هلا احنا بنقول لها هاي شوف نيرا ايه ومتل ما شايفين صارت مناسبة يعني مع اللمباديرا مع حتى يعني البرديحة سيتة هيك كمان اللي بقت للقرتي تبعوت تحت اللمباديرات بس هاي يعني البرو هون كان ناقصه القرتي له يعني انا ما بعرف اش هيك تخطرلي متل ما بقوله تفهمنت وراح تحطيت اللي الله مصر لعند بي اشتريت القرتي تلات قطع هن لازم اربع يجو ويقل لي الزلم اربع اقل لأ لأ حاش تلاتة فولا طلعت ناقص يعني فان شاء الله بس هيك بالاييم يعني رحت ولاقيت رح ااخد هلا هيك متل ما شايفين يعني حبيت كتير غرفة النوم يعني كانت من اكتر الغرف اللي كنت كرهانت وبعدين حبيتها عن جد كتير حبيتها يعني بعد الترتيب وهيك التركين كتير حبيتها وهم بقى متل ما شايفين يا صبايا ولادي مش تهين على الخبيصة وانا مش تهين عليها الصراحة يعني ما بعرف ليش عبا فيه من مش تهين عشي حلو فقط عاملة هيك على السريع وهي تحلاي وهي هيك يعني اكلة طيبة حلوة وبس وكتبولي رأيكم بالتعليقات حبيتوا غرفة النوم اللي ما حبيتوا وبس لهون وصلت معكم لنهاية الفيديو الله يسعد لي قلب يا رب ويشبر لي بخاطركم بشوفكم فيديو جديد بأمان الله صباح يا سلام